بنجد الترحيب بحضراتكم أعزائنا المشاهدين في قولة فقراتنا الحوارية هنتكلم فيها عن أمراض الشتاء وحيكون يعني هنعمل الفوكس على موضوع الحساسية الحساسية هي أحد المشكلات الصحية اللي بيعاني منها الكثير من البشر والحساسية لها مليون سبب فيه ناس تتحسس من أنواع من الطعام، ناس تتحسس من الطراب، ناس تتحسس من لدغ الحشرات ناس تتحسس من السمك، من الفراولة يعني كل واحد فينا هتلاقي عنده حساسية ضد حاجة معينة دائماً وأبداً أمراض الحساسية ارتبطت بمادة في الجسم اسمها مادة الهستامين لها علاقة مباشرة بموضوع التحسس وموضوع التحسس فيه ناس كتير أرجعت هذا السبب إلى مشكلات مناعية وقالت أن أحياناً أن الجسم منعته الزيدة اتجاه نوع معين من المواد ده اللي بيخليه يعني تحصل منه مشاكل الحساسية الهستامين أحد المواد الطبيعية اللي موجودة في جسم الإنسان وهي موجودة رحمة من ربنا سبحانه وتعالى زي ما حضراتكم عارفين الهستامين هي مادة بتسبب التورم بتسبب الحكة، بتسبب توسع في الشعيرات الدموية في المنطقة المستهدفة من هذه المادة وهي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى يعني لنفسنا لما حضرات بتتقرس أرصى مادة الهستامين تتجمع حوالين الأرصى توسع الأوعية الدموية وبتدي فرصة أكبر لكرات الدم البيضة وكرات الدم الحامرة إنها تمر في المنطقة دي فتبقى في فرصة لمقتلة أو لقتال المنطقة اللي الجسم بيصنفها على أنها مصابة فدي مادة طبيعية وجودها بيحمينها بشكل كبير جدا وبساعد في علاجات المنطقة المختلفة التي تصاب ربنا باعة المادة دي تورم المنطقة دي فالدم يبقى فيها أكتر فبالتالي تقدر يقدر الجسم يعني يقاتل أو يحاصر هذا الهجوم الخارجي ولكن الإفراز الزايد لهذه المادة في مكان أو في عدة أماكن من الجسم ده اللي بيعرضنا لمشكلات أحساسية طبعا يمكن دي معلومات عامة وغير متخصصة لكن لما يكون معايا أحد المتخصصين في الستوديو أنا هتعلم منه زي حضراتكم بالزبط ونشوف مع وعب إزاي نواجه هذه الحساسية البغيضة منورني في الستوديو دكتور أمجد عبد الحميد حدد رئيس قسم الحساسية بالمصلة واللقاح برحب بيك فانت أهلا بيك وإهلا بسدر المشاهدين أتمنى في المقدمة دي إن أنا ما كنتش قلت معلومة غالب لا مقدمة هيلة جدا جدا أوجزة اللي إحنا كنا هنقوله إن الطبيعي إن إحنا يكون عندنا الهستامين ويكون عندنا التفاعلات دي طب ليه بيحصل حساسية؟ حساسية بقى هي فرط استجابة الجهاز المناعي للمسببات الخارجية يعني بمعنى الأشخاص اللي عندهم حساسية هم عندهم فرط استجابة لهذه المسببات فبالتالي الهستامين خروجه بيبقى معدل عالي جدا فبيعمل الأعراض الخطيرة دي يعمل لك سيلان في مراخي لك لو أنت اتعرضت لمسبب أنفي زي التراب زي الغبار زي عيدة الفراج يحصل فرط استجابة الأجسام المناعي ما يسمى الآي جي إي بتاعك يتفاعل بصورة مفرطة يولد هستامين بصورة مفرطة يحدث سيلان يحدث عطس يحدث حكة أنفية جديدة لو تعرضت للمسبب ده عن طريق الاستنشاق لهي الرئة يحدث أزمة ربوية أو دي في الشعبات الهوائية أو كحة طب لو تعرضت عن طريق الأكل جهاز الهضم يوصل للدم يحصل ما يسمى الأرتكارية أو الفوران أو الحكة الجلدية الشديدة أو تورم الجس لو تعرضت عن طريق عينك تدعك في عينك تدمع يحصل إفرازات ما هو ده فرط استجابة المفترض الإنسان الطبيعي لما يتعرض للأشياء دي ما يحصلش التفاعل المفرط ده طب ليه مرضى الحساسية؟ لأنهم عندهم عامل اسمه الاي جي اي عالي بتفاعل بصورة مفرطة مع أي مسبب خارجي اللي هي المسببات الخارجية اللي بنقابلها في بيئتنا وبالذات في البيئة الريفية الأتربة، الدخان، الغبار، حبوب اللقاح اللي هي في الزرع صحيح إحنا بنتعرض له في الربيع وتغيير الفصول الحيوانات، القطط، الكلاب، المواشي، الحاجات دي أو عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الأكل في بعض الأكلات اللي بتسبب الحساسية صحيح فبذلك الحساسية هي فعلا مرض منايزة ما انت قلت عبارة عن فرط استجابة لهذا المسبب يعني استجابة غير طبيعية طبيعي ما يحصلش كده أو يحصل بطريقة محدودة زي ما انت قلت لما يستميني زيت في الحتة دي عشان يعمل غرض طبي تبلوزات قوي ما بقاش هذا الغرض طبي يحصل فرط حساسية أو التفاعلات المفرطة اللي بتحصل لمريض الأرتكارية أو مريض الأنف أو مريض الصدق طيب مش عايز أخذ مع حضرتك قوي فيه مسببات حساسية لأنها كتير وبحر كبير جدا ولكن احنا عاملين فوكس النهاردة على فصل الشتة تحديدا وأنا واحد من الناس يعني قدام حضرتك مثال حي نموذج للناس اللي عندهم حساسية في الشتة يعني دائما وأبدا في الشتة بمجرد ما الجوي بتريد يتغير ودرجات الحرارة تبتدي تقل أنا وكتير جدا من الشباب ومن الناس والشعب المصري العريض بتحصل له مشاكل في الأنف زي ما حدثك قلت الحكة والسيلان وانسداد الأنف وده بيسبب لنا إزعاج بشكل كبير جدا إيه المسبب هنا؟ يعني هل انخفاض درجة الحرارة هو المسبب أم أن انخفاض درجة الحرارة بيبقى معاه مجموعة أو بيثير مجموعة من المسببات الخاصة بأمراض الحساسية خلينا أقول إن السنادي الشتة هو تحدي للناس كلها عن أي شتة السنادي وتحدي أكبر لمرضة الحساسية ليه الشتة تحدي للناس كلها؟ لأن احنا بنواجه السنادي الإنفلوانزا البرد ومعظم الفيرزات التنفسية وبنواجه احتمالية وجود موجة تانية من فيروس كورونا لأن برضو فيروس كورونا هو فيروس تنفسي بيزداد نشاطه في الشتة فالشتة السنادي هو تحدي للجميع لكن احنا هنقص مرضة الحساسية بالذات لأنه هو تحدي أكبر لهم لأنه هم أصلاً بيعانوا في الشتاء تخيل أن هذه المعاناة هذا العام ستزيد بوجود فيروس كورونا طب ليه الشتاء تحدي المرضى الحساسية؟ لأنه زي ما قلنا مرضى الحساسية بيتحسسوا من مسببات خارجية وبيتحسسوا كمان من مسببات موسمية اللي هي إيه؟ تغيير الجو، طيارات الهوى السائع مريض الحساسية الأنف أو الصدق أكثر عرضة لغيره إنه هو يتأثر بتغيير في درجة الحرارة بمعنى مريض الحساسية عند الإصابة بالإنفل ونزة الرئة بتاعته أقصر دخولاً في مضاعفات من رئة الإنسان العادي مريض الحساسية الأنفة اللي هو عنده أعراض أنف طول السنة بييجي في الشتاء أكصر دخولاً في مضاعفات الجيوب الأنفية إنه هو فيروس البرد يسبب له مش حساسية كمان لا يسبب له التهابات في الجيوب الأنفية لأن الأخشية المخطية بتاعة الأنف والصدق فيها أيجي عالي أكصر تحسساً فيها سكريشن فيها إفرازات فيها عوامل التهاب بتحصل فيها أكتر لأنه هو مريض حسايا مزبت فعند الإصابة بالفيروسات التنفسية زي فيروس الإنفلوانزا، البرد، كورونا بيكون عوامل دخوله في مضعفات هي الأخطر بالذات في الشتاء لذا كان الشتاء تحدي للجميع وتحدي أكبر لمرض الحساسية طب نعمل إيه؟ أيو الله خليك قولي نعمل إيه؟ طيب عندنا إن إحنا في أفضل اختراع السنة دي موجود على مستوى العالم اختراعين اختراع الأولاني هو الكمامة طيب الكمامة دي اختراع ليه؟ الكمامة دي حق تصد قوي جدا ضد فيروس كورونا للكمامة إما ما نعيدش الإصابة بنسبة كبيرة جدا هتقلل من الجرعة الفيروسية للإنسان بيستنشقها وبالتالي إن أصيب إن شاء الله ما يصابش ولكن إن أصيب نصود بدرجة حدة أقل بدون الدخول في المضعفات طيب هي الكمامة دي هتحمي بس من الكورونا لمهو الإنفلوانزا هو فيروس رزازي برضو ارتداء أكل الكمامة هيحمي بنسبة كبيرة من البرد ويحمي بنسبة كبيرة من الإنفلوانزا فأفضل اختراع السنادي هو الكمامة طيب إيه تاني مهم؟ لقاح الإنفلوانزا طيب هو لقاح الإنفلوانزا دي لعب كورونا؟ مالوش دعب كورونا بس إحنا أصد فيروسات بتدي نفس الأعراض كورونا بنسبة كبيرة جدا ما تقدرش تفصله عن الإنفلوانزا بنفس أعراضها ارتفاع الحرارة تكستير في العظام شديد مشاكل التنفسية جفاف في الحل طيب أنا عندي كورونا ولا إنفلوانزا؟ طيب ما أخد لقاح الإنفلوانزا؟ عشان أبقى فاهم على الأقل أنا قللت من حدة الفيروسات التنفسية الموجودة وأبقى محصور في حاجة معينة إن كان مليون مصر هيصابوا بإنفلوانزا وكورونا هيصابوا جزء منهم بس هتقدر المنظومة الصحية وتقدر جهازك المناعي يتفاعل مع حاجة منهم بدل ما تبقى أنت تصاب فيروسين مع في نفس التوقيت وده بقى حمل كبير جدا لجهازك المناعي فلذا كانت الكمامة كان لقاح الإنفلوانزا مهم جدا 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 طيب إيه تاني؟ لا هنتكلم كمان عن خمس كابسولات مهمين جدا جدا لجهازنا المناعي تحصين للشتاء الكابسولة الأولية هو الجهاز المناعي ده اللي هو بيقاوم البرد والإنفلوانزا يكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن أجسام مضادة طيب الأجسام المضادة دي هو جهازنا المناعي واحد الشخص البالغ خلاص البالغ أعضاء وتكونات بما فيهم جهاز المناعي إن إحتاج تغذية محتاج أغذية مكملة لتحسين وظائف هذا الجهاز طيب الطفل محتاج خذاء بيبني عضمه بيبني جسمه وبيبني هيكله وبيبني كل أجهزته بما فيهم الجهاز المناعي طيب بيتبني إزاي الجهاز المناعي؟ بيتبني بالبروتين الأغذية البروتينية لأطفالنا هي هامة جدا جدا لبناء جهاز المناعي أيا كان نوع البروتين سواء كان بروتين عالي الجودة أو قليل الجودة على حسب ظرورنا الاقتصادية بس المهم غذائنا يحتوي على جزء من البروتين اللحوم، الفراخ، الكبدة، السمك، البيض، البوكليات، الفول وخلافه هي عناصر غذائية هامة جدا طيب البروتين ده بيكون الأجسام المضادة طيب أجسام المضادة دي محتاج عوامل بتحفزها وبتحركها وبتنشطها هي العوامل اللي في التغذية اللي بتحافظ على جهازك المناعي أول عامل فيتامين سي مهم جدا جدا طيب هناخدو في صورة إقراس أو علاج؟ طيب ما ناخدو في صورة مصادر الطبيعية في أغذيتنا اللي موجودة اللي هي ايه؟ إحنا في الشتاء ما أكثر من البرتقال ما أكثر من الوسيفي، ما أكثر من الجوافة، ما أكثر من الكيو، ما أكثر من اللابو بقدون ستول السنة ببناش؟ بقدون فيتامين سي أكثر في هذا العناصر الفلفل الرومي؟ الفلفل الرومي، العناصر الملونة أكمالها؟ هي غنية فيتامين سي طب هو السي بس مهم لا والزينك الزينك مهم جدا لأن احنا كمان حطينه في العلاج لفيروس كل هو عنصر هام جدا طب ايه الاشخاص الاصحاء ياخدوه من مصادره الطبيعية مش لازم ياخدوه في صورة مستحضرات ايه هي مصادره البقليات الفول العتس وخلافه المقصرات بأنواع الفول سيداني والبندق والكاج اللحوم الحمراء عناصر هامة جدا فيتامين دال هام جدا ناخده من الشمس شرط الغذاء شمس والأسماك والشمس عنصر هام جدا لتحويل فيتامين دال إلى عنصر نشط الأوميجاسري مضادات الأكسادة البصل الطوم العسل عناصر هامة جدا لتحفيز جهازنا المناعي كل ده في الكابسولة الأولى ليه طب ايه هي الكابسولة التانية الرياضة المهنة أن أنا كل يوم أمارس جزء من الرياضة ونشاط لتنشيط الدورة الدموية هام جدا لتحفيز جهازة الجهاز النوم أخد قصة راحة من النوم لا يقل عن سبع ساعتنا يوميا هيهدي جهازنا المناعي ويخلي عوامل التحويل الجزائي اللي بتحصل بالليل تنشط ويحصل تحويل ونشاط لجهازنا المناعي طب كده تلك كابسولات ايه هي الكابسولة الرابعة المدخنون البعد عن التدخين التدخين عنصر سلبي ويهير أنه عنصر سلبي بيأثر لجهازنا المناعي بيأثر على مرضى الحساسية ويعمل لهم مشاكل تنفسية تخيل هو عنده مشاكل تنفسية الحساسية تبتدخله دخان تخله سانكسيد الكربون تخله عوادب بتأدي إلى مرض آخر هو السد الرئوية وهو أخطر من الحساسية يبقى كده تكلمنا عن أربع كابسولات ناقص كابسولة خمسة وهي كابسولة العامل النفسي التوتر الانفعال الخوف الخوف من المرض يولد المرض ويؤدي إلى دخول في المضعف لا داعي للقلق نأخذ احتياطنا وحذرنا بدون فوبيا بدون خوف هيأثر علينا ويأثر على أولادنا ناس كتير دخلت في مشاكل نفسية بسبب فيروس كورونا بلاش يا جماعة الوضع بالنسبة كبيرة مستقر جدا جدا إذا احنا امتسلنا بالإجراءات الاحترازية وامتسلنا باللي احنا قلناه طيب عايزة أرجع مع حدودك عشان حدودك فتحت موضوع مهم جدا 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 وقلت أن من أعظم الاختراعات الموجودة السنة دي الكورونا وأنا متفق معك والعلم متفق معك والعقل متفق معك أنه لما يجلوش برد ما يجلوش كورونا يعني اللي مش هيجيله أمفروانزا أكيد مش هيجيله كورونا ده رجل محصل نفسه وقلنا أن البوابة هي الكمامة أنا واحد من الناس مع استخدام الكمامات الورقية ذات الاستخدام الواحد حصل لي نوع من أنواع الحساسية وحسيت أنها بتسبب لي نوبات شديدة جدا من العطس واستعطت عن ده بالكمامة اللي هي القماش يعني لقيت نفسي معاها ومرتاح معاها وما فيش مشكلة هل ده طبيعي ولا لا؟ والناس اللي عندها حساسية من الكمامات الورقية بتاعت الاستخدام الواحد بخمسة جنيه دي كمامة جراحية تتصرف إزاي وهل ضروري أروح لدكتور ولا ممكن أخذ مضادات الحساسية اللي موجودة في السوق بدون وصف الطبيعي الكمامات فيه كمامة جراحية وهي بتدي درجة أمان أكبر من كمامة القماشية هنأعتبر كمامة القماشية هي أحسن من اللاشي يعني تقول لي كمامة قماشية ولا من غير كمامة خالص لا أقول لك كمامة قماشية لكن كمامة قماشية ولا جراحية هقول لك جراحية جراحية أفضل لكن أحسن من اللاشيء اللي هو بتضجر من الجراحية جراحية ممكن تستخدمها حين وجودت أو أنا بقولكش ألبس الكمامة طول يوم أنت في مكان عمل وفي تجمع هلبسها في مكان في تباعد جيد جدا ممكن ما ألبسهاش لكن داخل بنك داخل مصلحة داخل مكان في تجمع لابد من الكمامة والتباعد الاجتماعي شيئا ضروريا مرضى الحساسية الشتاء يعمله ايه؟ طب مرضى حساسية الأنف حتك تقول لي ان انت بتعاني في الشتاء من هذا طب حندنا حاجتين قلنا العلاج المناعي اللي احنا قلناه والتغذية والنفلوانزة طب هل الأدوية جيدة ولا لا مضادات الهستامين بجرعات معينة لو استمرين عليها تقول الشتاء مع غسل الأنف بالمالح جيدا يوميا هي شيء جيد جدا لمريض الحساسية بل بالعكس انت بتقول الكمامة بتعمل لك دجر لا الكمامة دي عند مرضى الحساسية اللي هم بتحسسهم من التراب والحبوب اللقاع تعمل كفلتر عازل لدخول الأتربة للأنف ودخول حبوب اللقاع للأنف بل بالعكس هي طقي أيضا إلى بعض الأشخاص اللي هم عندهم مشاكل تنفسية عند استخدامها لكن هي طقي بالفعل من المسببات الخارجية اللي انت ممكن تتعرض لها من عوادم من أتربة من دخان من أبخيرة طقي بنسبة ما من مسببات الحساسية يبقى استخدامنا لمضادات الهستامين لغسل الأنف جيدا بالماء الملح هي شيء جيد فذلك العودة لاستخدام بخخات الصدر في الشتاء وموسعات الشاب هي شيء جيد الحفاظ على رئة سليمة أثناء فصل الشتاء هي هام جدا يمنع من الدخول من المضاعفات الخطيرة عند الإصابة جميل عايزة أفمى حضرتك حضرتك كلمت عن المدخنين يعني بعتبار أن هم الأكثر عرضة دي المشاكل الصحية ولكن أحيانا بنشوف بعض المدخنين يبقى هو أعمال بيشرب سجاير طول اليوم ومعندوش مشاكل لكن يجي يشم مثلا عدم سيارة تلاقي حالته الضهورة يشم مثلا ريحة بخور تلاقي نوبات العطس والسداد الأنف والحاجات دي بتجيله يعني ودادو خان ودادو خان فعايزين نعرف من حضرتك كيف يتعامل الجسم مع المسببات الحساسية المختلفة رغم أنه قد يعني يغفل بعض المسببات وتلاقيه مركز أو مع مسببات أخرى مريض الحساسية عند إجراء اختبار حساسية لو نجد أنه يتحسس من أشياء تختلف من شخص الأخر بمعنى أنه لعملات اختبار حساسية نفسي ممكن أنا أتحسس من عدة الفراش وده في السجاد وفي المكتو وفي الجو شخص تاني يتحسس من القطة القطة وده بيشوفه كتير جدا عندما يدخل المنزل والقطة بتعمله عطس زكام شديد جدا جدا هو محصور جهازه المناعي بيتعرف على هذا المسبب فقط في الأرياف نتحسس من حباب اللقاح فقط لغير طب هل هو أنا أتحسس من دولة في حاجة اسمها مسببات الحساسية وحاجة اسمها مسيرات الحساسية مريض الحساسية بيتحسس من أشياء سابتة ولكن فيه أشياء بتصيره الكيمويات الأدخنة عوادم السيارات الدخان السجاية وده كمان للأسف مش بتزود الحساسية لا ده بتدقل هذا المريض في ما يسمى التلايف الرأوي أو السد الرأوي يبقى عوادم السيارات التدخين الأتربة المصانع كل هذه الأشياء هي نواتج عدمي تحدث في الرأة ما يسمى بالتلايف الرأوي وقد يؤدي إلى ما هو أخطر من الحساسية وهو مرض السد الرأوي السد الرأوي طيب عايزين نعرف من حضرتك برضو ما هو الجديد فيه أمراض الحساسية وأهم العلاجات وطبعا حضرتك عارف فيه مجموع من الأدوال الكلاسيكية اللي أسمعها حتى بتطلع في الأفلام الأجنبي النهاردة وبقالها يعني عشرات السنين موجودة هل دي كفاية ولا فيه نوع جديد أو جيل آخر من مرضات الحساسية أصبح أكثر فعالية ولونج لاستنج زي ما بيقولوا يعني خلينا نحن نتكلمنا عن طرور الوقاية نتكلمنا عن الفرونزا كوقاية نتكلمنا عن الكمامة نتكلمنا عن استخدام مضادات الحساسية كصورة وقائية في الشتاء طيب الشخص اللي بتحسس بصورة دائمة وأن الأدوات التقليدية اللي هي البخخيات وموية المحل وملحه ومضادات الحساسية مش جايبة نتيجة والأرص الشهيرة بأنواعها ما بقيتش الجيب نتيجة معها هذا المريض هبتدي أكتشف له سبب الحساسية قد يكون سبب في منزله أما عمله اختبار حساسية وطلع عنده قطة هي اللي عملاله المشكلة دي وتم التخلص من القطة بتختفي أعراض الحساسية تماما لو شخص بيزرع وعنده جنينة وبينزل هذه الجنينة أو الحديقة ويتحسس بعضسة أو سنين أنف عند مشاهدته للأزهار أو استنشاك روح وأنا عملت له اختبار حساسية واكتشفت السبب واحد يتحسس من الأتربة وهذا الشيء لا يمكن تحسس بيتم فيه تقنية جديدة ما يسمى علاج أو إزالة التحسس بما يسمى بأمصال الحساسية المناعية أو الديسنسيتيزيشن إننا بحقين العيان بحاجة اسمها المسبب ذاته بجرعات مخففة تزداد تدريجية بيجعل جهازه المناعي بيتم تكوين أجسام ضده ضد هذا المسبب وبالتالي عند التعرض له مرة أخرى لا يحدث التفاعلات المفرطة تماما أو تحدث بصورة أقل بنخفف بعدها من الأدوية التقليدية لمحتوي على الكورتيزينات وإنسان يتعامل بصورة شبه طبيعية مع المسببات لأن جهاز المناعي تم إزالة هذا التحدث وهذا العلاج ناجح في معظم الحالات بالنسبة 70% طيب عايز أرجع مع حضرتك برضو عن البيئة اللي بيعيش فيها مريض الحساسية وإذا عندنا طفل مثلا عنده حساسية إيه هي الحاجات اللي المفروض أشيلها من البيت إيه هي الحاجات المفروض ما تدخلش البيت إيه هي النباتات اللي المفروض ما تكونش حوالين مريض الحساسية عايزين نعرف برضو بأنك روشيتة سريعة كده لأن في ناس برضو الحساسية دخلت على أطفالهم حديثا هم برضو مش عارفين يتصرفوا زياد هنبدأ بقودة نوم الطفل أغطية كطنية هنبعد عن الأسواف والوبريات قدر الإمكان أطفالنا اللي بيحبوا دباديب وبيناموا في حضن الدبدوب والعروسة والبنوتة بتحب العروسة بقاها نبعد عن أي شيء لوبرة نبعد عن أي شيء لصوف أغطية كطنية تهوية الحجرة جيدا هنبعد عن الصوف هنبعد عن السجاد عن الممكن قدر الإمكان التكييف هو الآخر موجود في المنزل وبعض الناس مجدوش يستغنى عنه هو أحد مصادر عدة الفراش والفطريات والأتربة المنزلية يستغنى عنه بالنسبة كبيرة جدا تربية الحيوانات الأليفة في المنزل لمرضى الحسيء غير مرحب به القطة الكلب هذه الأشياء هي من أشهر مساببات الحسيسية وجود زرع في المنزل برضو من الأشياء الخطيرة لمرضى حسيات حبوب اللقاح يبقى النظافة الأغطية القطنية لبس الطفل أغلبه لبس قطني البعض عن التكيفات، البعض عن الحيوانات الأليفة، البعض عن الزرع في المنزل البعض عن الدباديب والألياف الصناعية كل هذه الأشياء هامة جدا 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 لابني والطفلي حتى لو طفلي عنده استعداد لظهور الحسيء هذه الأشياء تساعد على هذا الاستعداد فالتجنبها والابتعاد عنها يغنيك بمشاكل كبيرة جدا جدا لمرضى الحسيسية أنا بشكرا لك شكرا جزيلا أنه استفدت جدا زي كل الناس اللي تابعونا دلوقتي من هذه الرشدة الهمة جدا لمواجهة مرض الحساسية في فصل أشيتاء بشكرك شكرا جزيلا برئيس قسم الحساسية بالمصر واللقاح شكرا يا فتا أعزائي المشاهدين حنطلع فصل ونرجع مع حضراتكم نكمل فقراتنا الحوارية بعد الفصل أرجوكم تابعونا شكرا